مساء الخير مشاهدين تريند اليوم مساء الجميل والبشرة النظرة والشعر الجميل الاهتمام والثقة بالنفس كلنا طبعا بنقف قدام المرية وبنبص لأدق تفاصيل بشرتنا وشعرنا وقبل لما بنلاقي أي مشكلة عندنا طبعا بنتوجه لدكتورة جلدية غير كده كمان في حاجات بنعملها بتظهر جميل المرأة بشكل فوقك علشان كده النهاردة معينا دكتور الجلدية والتجميل والليزر دكتور وائل منصور أهلا وسهلا يا دكتور شرفتنا النهاردة شرفتين دكتور أول سؤال معي كنت عايزة أسأل حضرتك على الحبوب بتاعت البشرة والحفر بتاعت البشرة دي إنظام هيني إيه السبب فيها وإزاي نحلها أولا أنت بتكتلمي عن حب الشباب حب الشباب ده مشكلة لي أسباب كتير جدا أولا أسباب هيرمونية أسباب بسبب الاسترس والضغط العصبي الأكل الجنج فود حاجة اسمها البي سي او تكايس مبايد فعشان كده بنقدر نعالجها بكذا طريقة بنستخدم مضادات حيوية وبنستخدم رسول مناسب ومرطب مناسب للبشرة الدهنية وبنستخدم واق شمس مناسب وبنمشي مع العيان إذا اتحسنوا فيه طبعا جلسات إذا كان تأشير كيميائي أو درما بين على حسب أصلا أنواع حب الشباب أنواع حب الشباب فيها أكتر من عشر أنواع كل نوع له طريقة وفيه لفلز في العلاج فإحنا بدأت مع العيان بحاجات بسيطة الأول لو تحسن عليها أوكي لو ما تحسنش ولايف ستايل في الأكل ويبدأ عن الاسترس والشمس والحاجات دي فبيبدأ العين يتحسن وفيه طبعا علاج دوائي ممكن ما شاء الله يعني عامل طفرة في علاج الأمراض الجلدية معظم الأمراض مش عايزة أقول اسمه يعني بس ده بيتاخد لمدة مثلا من 6 إلى 8 شهور ممكن يوصل لسنة نتائجه يعني ممكن يعالج حب الشباب بلا رجعة بس الأول أول نقطة لازم نتكلم فيها إن احنا نعرف السبب عشان نقدر نعالج يعني تكايس المبايد يقدر يعمل تساقط شعر ويقدر يعمل حب شباب فأنت لازم الأول تشخص المشكلة عشان تقدر تعالج دي أول نقطة أنت تكلمت فيها فيه بقى إحنا ليه بنعالج حب الشباب أول ما بيجي بنعالجه عشان سبب واحد بسيط جدا إن هو ما يسيبش أثار حب الشباب لأن أثار حب الشباب علاجه أصعب كتير من حب الشباب نفسه بتاخد وقت كبير وجلسات كتير جدا يعني بنعمل حاجة اسمها في الجلسات يعني ممكن جلسات حاجة اسمها تسليك حقن بلازما حقن يعني ميزو سيرابي درما بين ليزر جلسات كتير جدا جدا عمليات كمان عشان نقدر نعالج أثار حب الشباب يعني إحنا مبدئيا بنعالج بأدوية وبعد كده بنبتدي ممكن أدوية بسيطة مع روتين في ناس أصلا بتستخدم حاجات كتير مش مناسبة لبشرتها يعني أنا ماينفعش أكون بشرتة دهنية واستخدم بنسينول ده خطأ شائع جدا ده بيزود أصلا الدهون بتاعتها البشرة أكون بسعن بحط فونديشن أو حاجات سيئة جدا فبتقفل المسام بنام بالحاجات دي فبتسد المسام فطبيعي هبطلح حبوب بمشي في الشمس وأنا بشرتي حساسة للشمس من غير واقع شمس فطبيعي جدا طلح حبوب إحنا عادتنا أولا الغذائية كلها غلط عادتنا الصحية كلها غلط النوم في مشاكل يعني هتلاقي الأسباب كلها بسبب الاسترس بتاع الحياة إحنا مضغوطين وبنجري وبنشتغل وكده فما بنهتمش بنفسنا ولا ببشرتنا ولا بأكلنا فطبيعي لأن ماهاكل أكل فيه دهون كتير هيتطلع على جسمي وعلى وشي عشان كده أول حاجة احنا بنصبت ضايت مع العين نقوله الزبط الأكل بتاعك بعد عن المقليات بعد عن الشطة بعد عن الشوكولاتة الحاجات اللي هي منتجات الألبان الحاجات اللي ممكن تضر بشرتك لازم نبعد عنها يعني البشرة بتعتمد اعتماد كلها على العوارد الداخلية وصحة الإنسان طبعا كلما الإنسان تكون صحته أحسن كلما تكون بشرته أحسن بشرتك مليا لجسمك لو أنت تشربيش مية بنسبة كافية من 3 إلى 4 لتر في اليوم أو بتدي نظارة البشرة لما يجي أسقق تقولي لي اكتب لي مرتب كويس لبشرتي أقول لها أنت بتشربي مية ولا لا أنت بتشرب مية ولا لا المية هي يعني خط الدفاع الأول لجسمك في أنه هو يقلل التجعيد ويقلل أعراض الشيخوخة مع الكريمات المناسبة يعني أنا ما ينفعش يكون حد عنده بشرته دهنية وديله مرتب كريمي أو حاجة ملكي يعني حاجة تقيلة لازم أديله حاجة جل أو حاجة فيها حاجة اسمها أكواف ليوت بتحاجة خفيفة جدا بحيث أنها ما تقفلش مسام الجل والجسم وشه يمتصه بسرعة لأنه هو أصلا بشرته دهنية فعندها قابلية لتكوين الدهون طب يا دكتور دلوقتي بالنسبة للفيلر والبوتكس والبلازمة طبعا إحنا يعني بدأنا كده من كم سنة بنسمع عن الحاجات دي بتتعمل إمتى البنت أو المرأة أنها تفكر أنها تعمل الحاجات دي وانس أن أنت ظهر عندك تجعيد لازم تبدأي تعمليه أو بقى ظهر عندك مشاكل تبدأي تعمليه دي أول نقطة في حاجة مهمة جدا في ناس كتير ما بتعرفش تفرق بين البوتكس والفيلر أولا الفيلر ده مادة مالئة أنت حاجة اسمها هيلورونيك أسد هو أصلا موجود في جسمك في نوعين من مش الفيلر أنه أعمل هيلورونيك أسد حاجة اسمها كروس لينكد ونان كروس لينكد الكروس لينكد ده هو الفيلر اللي بيتحقن عشان يقعد فترة طويلة بنقدر نحقنه تقريبا في كل الجسم دلوقتي في حاجة اسمها بادي فيلر نحن ممكن نحقن مناطق معينة بفيلر بس بكميات كبيرة المايزة يحقن في ناس بتحقن السمانة في ناس مش عارف بتحقن مناطق كلها الفيلر بيعمل ايه؟ فيلنج بنقدر دلوقتي مش فيلنج كمان أنا قلتلك من المسمى لكن في حاجة اسمها ليفتنج يعني دلوقتي ممكن نحقن الهالات السودة الهالات السودة دي ما هي إلا أن فيه نعكاس للضوء على بشرتك فبتبان أن فيه حفرة زي كده شط البحر بالزبط فبتباني فيه حفرة فاحنا بننزل من تحت الجلد من هنا وبنحقن المادة دي فتملة وتضيع الهالات السودة دا لو كان سببها أن فيه لص أو فقد لطبقة الدهون الموجودة في الحتة دي ده جوز بيعمل بنحالك بالهالات السودة وده أقوى حاجة لعلاج الهالات السودة احنا الفيلر بيتحقن فين تاني مش بنحقنه بنحقنه طبعا في النزوليبيا الفولدر الخطين اللي هم بتوع المنخير بس قبل ما بنحقن هنا احنا بنعمل حاجة اسمها ليفتنج بنحقن كم نقطة هنا على عظمة هنا اسمها الزيجومة فنقدر نرفع فأول ما بنرفع المنطقة دي النزوليبيا الفولدر الخطين دول بيختفوا وممكن يضيع جزء من الهالات السودة لو لسه موجودة بنضطر نحقنها كمان بالطريقة اللي انا قلتلك عليها ممكن نحقن الشفايف ممكن بنرفع الشفايف بطريقة معينة وعايز اقول حاجة مهمة جدا الفيلر ما هو الا فن يعني انت حضراتك وانت بتحقن وانت بتتحقن فيلر ما تقولش للدكتور انت عايز تحقن فيلر ما انعايز انفخ ما تقولوش انا عايز انفخ شفايفي لا انت اقول له اللي انت شايفه عمله في حاجة اسمها لبق فرجن ان احنا ازاي هاوتوا ان احنا نلف الشفة لفوق كده انا ممكن اكون شفتة كبيرة بس وقع لتحت بعوامل الجاذبية الارضية ممكن تكون وقع لتحت فم الزهرة فعشان كده ممكن تكون مليانة وفيها فوليوم فانا بلفها لك لفوق بطريقة حقن معينة لا تتعدى الشرطتين من السرنجة يعني انت ممكن تحقن وشك كله بسرنجة واحدة او بسرنجتين تقدر تعمل لفتنج للمنطقة دي تقدر لو الناس اللي عندها حاجة اسمها ريسيدت المندب اللي عندهم العظم بتاعهم صغير مش كامل فالدقن بدل ما هي موجودة عادية بتبدأ من وراء زي حد مصرين كان لسه برضو حقنها الفترة اللي فاتت ان الشن راجع الوراء فانت بتحقني المنطقة دي كلها عشان تعملي تطلعي فتقدري تعملي تناسق بين النص التحتاني والمنطقة بتاعت الوجه كلها فيبان شكله طبيعا لان البديل عنها انت بتعملي حاجة اسمها كوم فلاش يعني زي كأنك بتحطي ميكب بالزبط بس ده بيقعد لمدة معينة من ست شهور ممكن يوصل لسنة فيه حاجات بتوصل لسنين بس دي ليها اضرار فاتلاغة الفترة اللي فاتت بيبقى فيه حاجة اسمها كالسيوم يعني فيها كالسيوم فزي ما تكون بتكون عاد الفيلر ممكن يقعد من ست شهور لتمن شهور ممكن يوصل سنة على حسب النوع وعلى حسب حاجة كمان على حسب حضراتك بعد ما عملنا جلسة الفيلر بتشربي مياه كويس ولا لأ بتشربي سجاير ولا لأ يعني فيه ناس بعد ما بيتحقنوا بيخرجوا براء كلينك تلاقيه بيدخن سجاير أولا أول نقطة أنت حضرتك بتضم الشفيف على بعضها فأنت بتكسر الفيلر ما بتشربي سجاير أصلا بتخلي الديورابلتي بتاعت الفيلر ما يعودش فترة طويلة بس ده الفيلر احنا اتكلمنا في الفيلر طب بالنسبة للفيلر ممكن مثلا لو واحدة عملته مرة وخلاص قالت لأ مش هعمله تاني هل ده بيأثر على شكلها بعد كده خالص أنا عايز بس حسنا فيه لغة كتير في المنطقة دي انت حضراتك لما تعملي فيلر أو باطوكس انت بيقع عندك مشكلة معينة ممكن لو فيه إمكانية نحنا نجيب الصورة بتاعت الحالة نبدأ نتكلم عنها يعني هشرح لك الوضع بس ممكن نجيبها دلوقتي لو فيه إمكانية بصي انت حضرتك ما يكون مثلا عندي اتكلم على البوتوكس ما يكون عندي الخطوط العراضية الموجودة في الجبهة أو المية 11 انت بمجيلي وأنا عالج هالك وهنهالك بوتوكس وتروح مية في المية طبيعي انت بعد 8 شهور أو في خلال 8 شهور ده هتنسي شكلك أصلا بالتجعيد أكيد بعد ما نبطل البوتوكس أو بعد ما نبطل فيلر الجسم يسحابه بطريقة معينة وينزل أكيد مش هتبقى متقبلة شكلها لانك انت بقالك 8 شهور متعودة على شكل ايه ده أنا شكل كان كده فما تتخينيش نشكل فتقولي ان شكلي بالبوتوكس بعد ما عملتوش بقى أسوأ لكن انت بترجعي لما كنت عليه بس وساعات بيكون أفضل كمان يعني ساعات بيكون 40-50% بيكون نتيجة أفضل بس انت مش شايفة لانك انت بتقارني بال8 شهور اللي انت كنت فيهم كويسة جدا طب ده الفيلر بالنسبة بقى للبوتوكس البوتوكس لسه يعني ما شاء الله يعني استخدماته كتير جدا في مجالنا طبعا الخطوط التعبيرية العراضية اللي في الجبهة احنا بنحقنه في المية 11 ساعات في الناس اللي بيقى عندها في العين هالات سودة بطريقة معينة بيكون عندهم يعني مشكلة في يعني شوية ورم فساعات بنحقن سنة بسيطة يعني لاتكاد تسكر بسيطة جدا فبتساعد فان الدورة الدموية تتحسن في المنطقة دي والحطة والمنطقة دي تبقى ستريت احنا ممكن نرفع بيها الحاجب ممكن نزل بيها الحاجب ممكن نعالج المية 11 نعالج الكراوسفيت الخطوط العرضية الخطوط اللي هي الجنب العين بنعالج بيها برضو خطوط خطوط الفم دي اللي هي فيلنج المنطقة فيه بنستخدمها هنا بس احنا بنقلق شوية ان احنا نستخدمها لان هي انت لو حقنت الناحية دي كمية اكبر من الناحية التانية ممكن الوش يعني تعاوج يعني زي فنانات كتير حصلت الفترة اللي باتت بنحقن بيه برضو وحاجة اسمها هيبرهايدروزيس التعرق الشديد الناس اللي اديها بتعرق ورجليها بتعرق ومناطق تانية في الجسم بتعرق بنحقنها فبيقعادوا 8 شهور ممكن يوصل لسنة يعني ما يعرقش في الطرق بس هي مشكلة مش مشكلة والله انا مش شافها مشكلة البوتوكس والفيلر انت محتاج تعمله كل سنة ده اجراء بيتعمل كل سنة فهو بيروح لو انت بتفكر في موضوع الفيلر ومش عايز حاجة عايز حاجة دايما في حاجة دلوقتي عاملة برضو طفرة كويسة في المجال بتاعنا موضوع حقن الدهون نحن بناخد الدهون من منطقة معينة زي البط بكمية معينة مثلا 30 سانتي او اكتر تماما بعد كده بنفصلها بطريقة معينة بنحولها لتلات انواع من الدهون في انواع بتدحقن زي الميزو سيربي او الستام سيلز ودي اقوى استام سيلز ربنا خلقها طبعا اقوى من الميزو سيربي والستام سيلز اللي احنا بنستخدمها للشعر والوش احنا دلوقتي ما شاء الله بنستخدمها زي الفيلر بالزبط بنملة بيها وزي الميزو سيربي يعني احنا ساعة ما بنحقن الهالات السوداء بنحقن بنفس الطريقة زي ما انا قلتلك تمام او حاجة اسمها اصاب كوتينيوس بنحقنها تحت العين وفيه بنحقنها تحت الجلد على طول زي الميزو سيربي فالنتيجة بتاعتها خرافية بس طبعا لسه الموضوع شغالين فيه اوكي بس هو جديد على المنطقة يعني بتاعتنا بس نتائجه خرافية وبيعالج امراض كتير تمام يعني فيه مرض اسمه المورفيا ده مرض مناعي هو بنحقن فيه بعد ما تبقى ستيبل بنحقن فيه وبيجيب نتائج كويسة وساعات دلوقتي كمان بنحقن الشعر بالنانو فات نعم لان دي اقوى استمسلز ربنا خلقها فبنحقنها فبيجيب نتائج كويسة هو العيب الوحيد بتاعه للنانو فات ان ان هو عشان تلاقي نتيجة لي لازم تستنى تلت شهور لان هو الجسم بيمتص وبيرجع يعني يرجعه تاني في نفس المكان لكل حاجة يعني انت ما تستنيش النتيجة يعني الفيلر احنا بنملى دلوقتي يعني بتظهر النتيجة دلوقتي في خلال كامي يوم مع شرب المياه والحاجات دي لكن النانو فات او الفات تلت شهور بس النتائج بتاعته تكاد تكون دائمة توصل لخمس سنين واكتر من كمان طب دكتور دلوقتي لما ادخل مساء المكان وعايز اختار كريم للبشرة هل باختار الكريم اللي هو اللي بيكون علاجي يعني فيه ناس ما بتروحش للدكتور جالجية بتخوش انا عايزة كريم نهار عايزة كريم ليل فهل بتختار الكريم العلاجي ولا كريمات الترتيب عموما ولا ده اصلا يعني اسلوب غلط احنا بنعمله هقول لحضراتك حاجة بسيطة جدا اتفضل انت طبعا يعني عشان بس ما حدش يزعل ماني من الصيدلة انت مطروحي للصيدلية او المكان ده اولا انتي هتلاقي الحد ده ممكن يكون مش كواليفايت يعني هل هو يعني ممكن يكون اصلا مش دكتور صيدلي اللي هو دكتور صيدلي ممكن ما يبقاش متخص طبعا احنا فيه ناس كتير دلوقتي بقوا غير دكاترة نوجودين في الصيدليات فانتي يعني اولا هتأمنين نفسك ازاي انك انت تغذي علاج من الصيدليات ثانيا الوقف الصيدلي ده عايز يبيع منتج عايز يبيع اغلى منتج عنده لا اوقات كمان احنا مش بنسأل الوقف الصيدليات انا اوقات انا بدخل وخلاص انا عيني عن منتج الفليني ماشي انا ما عنديش مشكلة احنا برضو احنا ما عندناش وعي ما عندناش ثقافة انا اتمنى يبقى فيه برنامج الناس تتعلم فيه يعني ايه بشرة يعني ايه تقدر ازاي حتى وانت في البيت تتعامل بشرتك وتعرفها هي ايه وتاخد لها الحاجات المناسبة وده اللي انا بعمله في العيادة يعني انا الكشف بتاعي ممكن يكون بيقعد ربع ساعة نصف ساعة ان انا بفهم العيان يعني ايه بشرة ويعني ايه كريمات ويعني ايه غسول ويستخدموا ليه وبنعمل ايه ماشي دي نقطة الصيدلي هيبيع فهيبيع اغلى منتج سواء هو حلو او وحش وممكن يكون حلو جدا بس ومش بتاعك مش مناسب ببشرتك اولا انت لازم الاول اول حاجة تعمليها انك انت تختبر بشرتك يا بشرتك نوعها ايه او تعرفي نوع بشرتك هل هي دهنية هل هي جفة هل هي مختلطة هل هي دهنية حساسة هل 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 تعادي تسألي نفسك اسئلة كتير فازاي انت حتى بتأماني من نفسك ان انت حد منزل اعلان ان الكريم ده لكل البشرته نتائجه قوية جدا وبيعالج وبيعالج او لا وممكن كمان واحدة تقول واحدة ان استخدمت الكريم اللي يتحفى وجنيل بلزبط لا هو مناسب لك انك مش مناسب لي بلزبط اه اه بتختلف من بشرتك هل هي نعرف نفرق بالنوع البشرة البشرات دي كلها عشان نعرف نتكلم يعني انا لسه جايلي كيس من ثلاثة ايام اه من فترة قريبة يعني او كذا كيس يعني ودي حاجة غريبة جدا انا شفت كمية الادوية اللي هي وخداها من الصيدالي انا معرفش هو صيدالي ولا لا كمية ادوية مهولة يعني تكاد تصل مثلا لألف جنيه والحالة بقالها الثلاث شهور مفيش نتيجة انتي متخيلة ان هي الحالة اول ما جات لي اول حاجة بما اني انا راجل متخصص جلدية طلبت ايه وليلي هطلب ايه طلبت عين الجلد معقول اه لان انا شكيت انه ممكن يبقى فيه عندها سرطان جلد وشكيت في حاجات تانية كتير فانتي متخيلة الدكتور المتخصص طلب عين الجلد بنشوف في جهاز اسمه الدرموسكوب عدسة مكبرة كبيرة جدا فنقدر نشوف فيها ما تحت الجلد ايه ما انا كان يدمرت بشرتها اصلا ايه وكمان انتي انتي مثلا عندك مرض معين فطريات معين اه فطريات فالمفروض ماخدش حاجات فيها كورتيزون متجيلك حالة بقالها الثلاث شهور بتاخد كورتيزون وكورتيزون توبيكل فبيخلي شكل اصلا الليجين او العدوى الحاجة اللي موجودة على الجلد دي شكلها تغير فانتي كدكتور ما ترفيش الشخصي فهتضطر يتطلوب عين الجلد فانتي اتكلفتي تكلفة العلاج من عند الصيدالي اتكلفت تكلفة الكشف عند الدكتور اتكلفتي تكلفة عينة الجلد لانك انتي توهتي الدكتور باللي عملتيه فعشان كده برضو عايز اقول الناس اللي بتسأل على الجروب عندنا على السوشيال ميديا على علاج لامراض عضال جدا وصعبة جدا زي البهاء والصدفية والحاجات دي في امراض يا جماعة ما ينفعش تتوصف علاج على السوشيال ميديا يعني انا هقول حاجة بسيطة البهاء والصدفية الناس مش قادرة تفهم ان مثلا انا البهاء ده او الصدفية هو موجود فين في الجسم هل هو حتة صغيرة ولا هل في الجسم كله ده له علاج وده له علاج هل هو عنده في قابلية للانتشار هل هو بيزيد ولا لا لازم اديك علاج يصبت المناع او يهدي المناع فانت فانا ازاي هفهم ده كله يعني بيكتب الناس كومنت كده انا عايز علاج البهاء احنا طبعا معنا دلوقتي صورة معروضة لحضرتك لحالات حضرتك هتظهر هنا تقريبا تماما ولا هنا بصي دي الحالة اللي كنت بكلمك عليها تماما بصي الحالة دي ان بتقعد سنة او 8 شهور او اكتر او قل شايفة شكلها بالمنظر اللي هي الكويس ده بعد رفع اللي شايفة الخد بقى فوق ازاي طبعا احنا مش عارفين نبين تحت العين برضو تحت العين تحان وفرق كتير شايفة المنظر بعمل ازاي تخيالي ما هي تشوف نفسها كده 8 شهور ما ترجع ليه ما كانت عليها تفتكر شكلها لك طبعا لا فعشان كده التجميل كل ما بتبقي بيجيبي في نتيجة انت بتبقي عايزة عايزة الاكستريم كل مرة عايزة تبقي احسن فعشان كده هو ده الناس بتقولك ان الفيلر بيبوز لكن هو الفيلر ما بيبوز او البوتوكس ما بيبوز ده فعلا ده حاجة من يعني انت بتشوفي كل دول عالم ده لبنان دلوقتي بقى من ضرورات الحياة التجميل بس طيب يا دكتور بالنسبة طبعا المشكلة اللي احنا بنعاني منها كلنا اللي هي تساقط الشعر خاصة لو واحدة بقى بتعمل دايت وبيتاكل خضار وبتاكل فاكهة وبتشرب ميا وكل حاجة امني بيأكل خضار وفاكهة لا بيحصل بس برضو بتلاقي فيه سكوت في الشعر ده ايه الحالة فيه احنا مش هنتكلم عن الدايت اكتر يعني بخصوص احنا نتكلم في الموضوع بطريقة عام واشمل انت تكلمي في الاسباب بتاعت تساقط الشعر يعني انا هعدلق برضو احنا الفكرة كلها لازم نعرف ايه سبب التساقط وطبعا التغذية الغير سليمة الحمل الرضاعة الحاجات دي كلها يعني بتفقد الست عامل كتير جدا نهيك يعني البريود ما بتحصل بيكون فيه اصلا فقد للدم فالهيموجلوبين بيقع فيه أناميا فيه فيه اسباب كتير جدا بي سي او اللي انا كنت قسنا بتكلم عليه وده منتشر جدا تكايص الموايد وده له علاج تاني مشكلة في الغضة الدرقية حاجة اسمها السيرام فريتين نسبة الحديد في الدم مغزون الحديد ضايتة من دي انا ممكن يعني اعدلك اسباب مهولة فيه امراض اصلا منعية بتيجي يعني ممكن يبقى فيه حاجة اسمها بريك درماتايتس نوع من انواع الاجزيمة بيجي في فروة الراس ممكن يبقى فيه صدفية ممكن يبقى مرض اسمه الحزاز حاجات كتير جدا فيه تعلبة بتيجي في فروة الراس اسباب مهولة فيه حاجة اسمها تانية كابيتس ده نوع من انواع الفطريات بيجي في فروة الراس وده كله بيعمل اشرة الاربع خمس امراض اللي قلتهم في الاخرى دور كلهم بيعملوا اشرة فانت برضه بتيجي تحط لي صورة وتقول لي انا عايز راجل الحالة دي كل واحد فيهم انا لو انت عندك حاجة اسمها تانية كابيتس اللي هي فطريات وديتك كورتزون انا هطلع الفطر هطلعه من ودانك من كتر ما انا هديك كورتزون انا عشان كده تكشفه مهم والفحص مهم الدكتور الجلدية مالوش غير عينه والعدسة اللي شغال به وماينفعش العلاج قوي بصورة ماينفعش برض الحلاج صورة يا دكتور قول لي دواء انا عايز اقولك حاجة انا بيجي للعيان انا باعد اغربله زي ما بيقوله انا باعد اسأله اسئلة مالا يقول له عربع ساعة لحد ما بوصل لتشخيص والعيان يعني بتاع العيان الموصري شوية ما بقاش فاهم فعشان اقدر لتشخيص ممكن اسأل السؤال ثلاث مرات بطريقة مختلفة والرد في كل مرة مختلف يعني انا كان عندي عيانة قبل كده هي عيانة صدفية من ثلاثين سنة كان عندها جالها موضوع الصدفية انا سألتها اربع مرات انت جالك صدفية قبل كده قالتلي ما جاليش فدخلنا ان احنا نعالج ان هي مرض تاني تمام وبعد فترة قالتلي ده انا كان عندي صدفية من ثلاثين سنة قلتليها انت كنت قصرتي علينا الطريق واخدنا علاج معين يعني انا برضو نفس الكيس تانية كان عندها صدفية بس مساحة كبيرة في الجسم ما عرفش فيه دكتور او ما عرفش دكتور وصف لها مرض علاج معين اللي هو كورتيزون الدهان الموضعي الدهان الموضعي نستخدمه بس على مساحات صغيرة فهي حطت على المساحات الكبيرة لدرجة ان بعد شهرين هي تعالجت من الصدفية بس ستريتش ماركس بطول الجسم كله حمرة في الجسم كله هو ده غلط من الدكتور او ممكن يكون الدكتور كتب لها العلاج وهي صغيرة فهي بدأت تستخدم العلاج فعمل لها مشكلة ستريتش ماركس فلعنه قعد نعالج فيها اكتر من 3-4 سنين فعشان كده يا جماعة زيارة للطبيب من اهم ما يكون طب دكتور بالنسبة للزوائد الجلدية اللي بتطلع في الجسم يعني فيه حاجات كده تلاقيها زي الكور صغيرة وطلع في الجسم دي هل هي بتتشال وبتطلع ولا الواحد يسيبها بصي هو انت بيبقى عندك استعداد وراسي لتكوين الزوائد الجلدية الزوائد الجلدية دي حاجة عادية جدا ما فيهاش اي مشاكل ولا اي ضرر ممكن نشيلها بالفراكشنال ليزر بجاز اسمه البلازماج بلازما بين حاجات كتير قوي جاز الكرايو كاية التبريد كاية الكهرباء وحاجات كتير ممكن نشيلها بيه بسيارة الفكرة كلها ان هي ليه علاقة بالاحتكاك يعني انت لو بتطلع دايما الناس في المنطقة بتاعت الرقبة بسبب اللي بيلبسوا حاجات دايقة فيها احتكاك وهم اصلا عندهم استعداد وراسي لتكوين الحاجات دي ممكن بعد ما تشريها تطلع تاني ممكن ما تطلعش فالمفروض بس نعملها دوريا نشيلها كل 6 شهر او سانعين طب معلش يا دكتور باع يعني عايزين كده اجابة سريعة السؤال ده جاي لنا من تونس بالنسبة للسانسكرين والسانبلوك هم بشرتهم هناك بتتعرض لشمس قوية جدا فهم يختاروها على الاساس ايه النسب بتاعتها فيه 50% بوسي هو فيه فرق اقوالا بين السانسكرين والسانبلوك السانسكرين ده بيديكي اشعة الشمس المفيدة بيديهالك وبيبنع عنك الاشعة الدار اللي هو بيديكي اليو في ايه وبيبنع عنك اليو في بي والسانبلوك بيمنع الاثنين لو الشمس عندك قوية وانتي مش عايزة تغمقي شوية او تصمري يبقى لازم تاخدي سانبلوك الفرق بين البوسي ما فوق الخمسين ده كويس جدا ما تغديش عشرين تلاتين الخمسين او الستين زي المية ما هو الا فرق ساعة بس قبل سانية واحدة قبل ما تغدي لازم تعرفي نوع بشرتك عشان تغدي حاجة جلد حاجة فلاود حاجة كريمي حاجة ملكي طبعا احنا معنا اسئلة كتير بس ان شاء الله هنتكملها في حلقة تانية طبعا بشكر حضرتك على المعلومات الجميلة ديت وبشكر مشاهدين تريند اليوم وان شاء الله نتقبل الحلقة الجاية مع ضيف جديد في برنامجنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة